بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ مساعد دكتور أشرف محمد علي بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بالجزئية بتاعة الـ IB Address طبعا المرة اللي فاتت احنا كنا بدأنا في الجزئية بتاعة الـ Classless وشرحنا الماسك وقلنا ان احنا عايزين نحل اجزامبل على الجزئية بتاعة الماسك طبعا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على انا فكرك بالكلام ان احنا حددنا الماسكس بتاعة الـ Classes المختلفة Class A و Class B و Class C قلنا ان Class A عشان الـ Network واخد 8 bits فكنت بحط اللي هو على الشمال خالص خاصين بالـ Network فكنت بحطهم بوحاية بالنسبة لـ Class B كانوا 16 bits اللي على الشمال هم اللي مسلين الـ Network فحطتهم بوحاية Class C كانوا الـ 24 bits اللي على الشمال هم اللي مسلين الـ Network فهم دول اللي مليتهم بوحاية ومثلت هذا الكلام بالضغط الـ Decimal وقلنا طريقة الـ Class اللي هي اللي بتوصف Classless Interdomain Routing يعني ان لو بتكلم على Class A انا مليت الوحاية اللي على الشمال فبقول عددهم 8 فبقول ان الشبكة دي سلاش 8 لو كان ان انا في Class B بقول سلاش 16 عشان عدد الوحاية 16 والشبكة C Class C او فئة C بنقول عليها سلاش 24 عشان عدد الوحاية بـ 24 وحلنا وقلنا ان ده almost obsolete بدأ يبقى نبتعد عنه وبريبليزد بالـ Classless Addressing واتكلمنا على مؤسسة صغيرة كده ان هذه المؤسسة كانت فيها زي شبكة فرعية بقى صاب نت عشان الكلمة بقى اللي بنسمحها كتير فالشبكة الفرعية دي زي ما اتفقنا 205.16.37 لقينا ان 205 دي تبقى Class C فأول 3 بايت متساويين يبقى هي ديت في نفس الشبكة ولقينا ان الادرس بتاعي بدأ من 32 وانتها عند 47 فلما جيت اتكلمت عن دي قلت انها ما تبقاش سلاش 24 لا هقول سلاش 28 لان هي متفقة في اول 28 بيتس في كل الادرس بتاعتك تلاقي ان 28 بيتس العشمال متكافئين اختلفوا في الاربعة بيتس الاولانيين فعشان كده قلنا الشبكة دي بتتسمى بنستخدم فيها سلاش 28 وحلنا بقى مسألة لو سلاش 28 ده قلنا ان انا عايز اجيب اول ادرس بطرح 32 اللي هي دايما بتطرح 32 بتقول 32 ناقص ال N اللي هي 28 يديني الاربعة احط الاربعة بصفار يديني ده اول ادرس لو عايز اخر ادرس اطرح 32 ناقص ان ال Subnet بتاعي ده يعتبر من الشبكة اللي هي سلاش 28 فحطرح 32 ناقص 28 تديني الاربعة احط الاربعة وحايت في العليمين خالص دول يعتبروا اخر ادرس عايز اعرف عدد العنوين قلت بقول 32 to the power 32 ناقص ال N ال N بـ 28 فهذه الشبكة بتاعتي 28 يبقى اتنين قصة اربعة يبقى يديني 16 ايه 16 عنوان يبقى عرفت من خلالها الـ 28 ده انا اقدر اعرفها بسهولة لكن انا ساعة اديالك في السؤال لكن انا اقدر اعرفها ازاي اني بلاقي الـ 28 اللي في الاول متساويين لكل الشبكة بتاعتي ده معناه طيب الـ الـ احنا حلناه بالطريقة اللي قولنا عليها دي اني انا بكتب الشبكة بتاعتي بكتبها X dot Y dot Z dot T سلاش N الـ N دي بالدفاين بنقول القناع بتاعي تمام واقدر عرفنا الـ N نقدر نعرف هي جت ازاي 28 او لو انا اديت هاد لجيفن يبقى خير وبرك ده برضو الكلام اللي انا قلته ان الفرست أدرس بيبقى 32 نقص الـ N وبتحطها بزيروس من ناحية اليمين ودينا اجزامبل على هذا الكلام واللست أدرس بيبقى 32 نقص الـ N بنحط اللي هو يطلع مثلا سي عندي في الاجزامبل بتاعي اللي كان موجود الـ N كانت بـ 28 يعني اربعة بتحط اربعة وحيدة على اليمين وقلنا عدد الـ Adreses بتاعك 2 قص 32 نقص الـ N حسب الـ N فالـ N كانت في الاجزامبل بـ 28 يبقى 2 قص 32 نقص 28 يعني 2 قص اربعة اللي هما يبقى 16 أدرس دي طريقة تعالى بقى طريقة نحل بيها هذا الاجزامبل تاني اللي هو الشبكة الفرعية دي اللي قدامي عايزة حلها مرة أخرى عايزة حل هذه الشبكة الفرعية مرة أخرى بس عايزة حلها ازاي عايزة حلها بطريقة الماسك تعالى نشوف كده هنعمل ايه بص بقى بيقولك انك انت الماسك بتاعك لو الشبكة بتاعتك دي سلاش 28 اتفقنا لو قلت سلاش 28 يبقى الماسك بيتعمل ازاي ان انا حط 28 واحد من ناحية الشمال تمام وانا اساسا عندي عدد الـ Pits 32 يبقى كمل فضيلة اربعة كملهم صفر يعني ده الماسك بتاعي انا قلت سلاش 28 يبقى حط اول 28 من الشمال بوحاية تمام يبقى الباقي اكمله بصفار اكمل الـ 32 بتاعي بكام بصفار ازاي بقى بالماسك ده اجيب الفرست ادرس واللاصت ادرس وعدد الادرس وخلي بالك اللي يجي يستغرب يقولي طب ليه ملت اول 28 بوحاية زي ما عملنا في كلاس ايه مالينا اللي سلاش 8 مالينا اول 8 بوحاية في كلاس بي كان سلاش 16 مالينا اول 16 بكام بوحاية سلاش 24 اللي هي بوحاية مالينا اول 24 بتسم من ناحية الشمال بوحاية فالسلاش بقى مش لازم يديه لك سلاش 8 او سلاش 24 او سلاش 16 لا ممكن يداني سلاش 28 ايه طيب عايز بقى الفرست ادرس بتريسة الماسك واللاصت ادرس والنمبر تعالي نشوف كده مع بعض الادرس بص بقى الادرس الاصلي بتاع السؤال بتاعي اللي انا كنت حطه التسعة وتلاتين كان في السؤال في المسألة كان حطت عنوان معين اللي هو كان لو تفتكر معايا اجيب الايه الالم بتاعي اهو كان العنوان بتاعي متين وخمسة دوت كان ده كان اتنين وتلاتين اه اجيب لك اجيبه لك الاكزامبل كان متين وخمسة دوت كام ستاشر دوت سبعة وتلاتين ماشي متين وخمسة اجيبها لك اقومتين وخمسة دوت ستاشر اهي اجيب الالم تاني معلش ضد ستاشر ضد سبعة وتلاتين ضد ها كان تسعة وتلاتين واحد من الادرس بتاعت السابنت واحنا عارفنا ان ده كلاصي فقال لك هاتلي بقى اول ادرس بص بقى دي سلاش تمانية وعشرين انا عملت الماسك بتاعه هو صح ده الماسك وده الادرس اللي هو متين وخمسة وستاشر وسبعة وتلاتين وتسعة وتلاتين بتاع الاكزامبل اهي ميتين وخمسة مسلتها بالبايناري ستاشر مسلتها بالبايناري سبعة وتلاتين مسلتها بالبايناري تسعة وتلاتين مسلتها بالبايناري ده ادرس من الادرسز اللي موجود داخل الشبكة عايزة اعرف اول عنوان بكام واخر عنوان بكام هنعمل ايه يا جماعة هعمل الادرس ده مع الماسك يدي لك الفرست ادرس. يبقى اي عنوان داخل الشبكة الفراعية لما تعمله اند مع الماسك بتاعه يدي لك اول عنوان. شفت فايدة الماسك? جابت لك اول عنوان على طول. تعال كده. الواحد اند مع الزيرو يديني زيرو. الواحد اند مع الزيرو يديني زيرو. الواحد اند مع الزيرو يديني زيرو. الزيرو اند مع الزيرو تديني زيرو. الباقيين كلهم تنزل لان الباقيين كلهم بكام? بوحيد. الباقيين كلهم يتملوا زي ما هم. تلاقي العنوان ده لما تيجي عايز تعرف قيمته بكام? هتلاقي ان الميتين وخمسة زي ما هي. الستاشر زي ما هي. السبعة وتلاتين زي ما هي. تيجي عند الاولان يبقى بس. هيبقى كام? اتنين اه اتنين وتلاتين. وهو فعلا ده الحل اللي احنا حلنا قبل كده. يبقى انت العنوان بتاعك اللي داخل الشبكة الفرعية بعمله مع المسك. يديني طيب عايز اجيب اعمل ايه? بص بقى. هتحط برضو العنوان فوق زي ما انت حطيته. بس هتعمل بقى عملية مع بتاع المسك. يعني ايه? يعني تعمل للمسك بتاعك. يبقى كأنت اول تمانية وعشرين بدل ما كانوا بوحاية بقوا بصفار. والاربعة لجنبيهم بكم? بوحاية. وهنعمل عملية اور. لما تعمل عملية اور. تعالى نجيب الالم بتاعنا. اهو. لما تعمل عملية الاورنج. تلاقي ايه? هتلاقي دول يطلعوا لك باربعة واحد. وبقية الداتة هتطلع زي ما هي بتاعت العنوان. يعني التمانية وعشرين اللي في الشمال هم هم. بيختلفوا في مين? في الاربعة بيتس. فهنا عملت ايه? ان انا بعمل اورنج مع هنا برضو يديني. ادي المتين وخمسة. ادي الستاشر. ادي السبعة وتلاتين. دي تديني سبعة واربعين. هي دي فعلا العنوان بتاع اخر ادرس عندي. طيب. تعالى بقى لو انا عايز اعرف. بطريقة الماسك برضو. عايز اعرف عدد الادرس. اعرفها ازاي? عدد العنوين دي. قالك برضو. الماسك لما تعمل له الكمبيليمنت بتاعه. حوله الديسيمل. يعني بص الكمبيليمنت بتاعه لك القلم. لما عملت له الكمبيليمنت بتاعه ومش طلع مجموعة الاسفار كده تمانية وعشين صفر وجنبيهم اربع وحاية في الاول حول دي الديسيمل. اربع وحاية دول لما تحولهم لديسيمل يديك كم? يديك خمستاشر. ويزود عليها واحد. نخلي بالنا بقى الملحوظة دي. يبقى انت هتحولها لديسيمل ولازم تزود واحد في الاخر. يديني كم? يديني الستاشر اللي هي عدد الادرسيز بتاعتي اللي داخل الشبكة الفرعي. تمام? يبقى كده على قديرنا الاكزامبل اللي حلناه في الفيديو اللي فات نحله بطريقة اخرى بطريقة الماسكينج. خدت بالك الماسك هنا المرة دي ان انا عندي سلاش تمانية وعشرين فالماسك عملية تمانية وعشرين واحد من ناحية الشمال وكملت الباقي بصفار. لما جيب الفيرست ادرس اجيبه ازاي? ان انا اعمل مع الماسك. اجيب اللاست ادرس ازاي? بتاخد اي عنوان في الشبكة. واخبالك اي عنوان. هو ما دي لك عنوان معين في الشبكة. تعمله مع الكمبيليمنت بتاع الماسك. يدي لك اللاست. عايز اجيب عدد الادرس. الماسك تعمله كومبيليمنت. حضرتك هيعمل لك اه? يتحوله لديسيمل وما تنساش تجمع واحد بعد اذنك. يدي لك عدد الادرس. يبقى طريقة الماسك دي جميلة جدا. خلي بالك القناع دو ده بيعرفك حاجات كتير غير كده. ده عرفك الشبكة الفرعية. انا لو من عنوان واحد في الشبكة الفرعية. شبكة فرعية معينة. اقدر من عنوان فيها اقدر اعرف البداية بتاعت العنوان والنهاية بتاعت العنوان وعدد العنوين. خلي بالك. الماسك كمان يقدر يعدد لك انت في نفس الشبكة ولا مش في نفس الشبكة. يعني احنا يعني انت بالماسك تقدر تعرف انت انت موجود العنوين اللي عندك دي موجودة في نفس الشبكة ولا مش موجودة في نفس الشبكة. فاكرين كان مرة انا سألت نها. يعني انا حديك مثال. بسيط قوي. يعني الماسك ده لي فوايد كتير زي ما انت شفت اهو. الفايدة ان انا مثلا لو عندي عنوان معين عايز اعرف عنوان داخل معينة داخل شبكة معينة اقدر اعرف من خلال الماسك واقدر اجيب الماسك بتاع الشبكة ان انا اقدر اعرف اول عنوان واقدر اعرف اخر عنوان واقدر اعرف عدد العنوين. وفي نفس الوقت الماسك يخليني اقدر اعرف الشبكة بتاعتي. انا في داخل في نفس الشبكة ولا مش في نفس الشبكة. تعالا نشوف مثال لما انا بتكلم على رقم معين زي مثلا اه حطيت شبكة معينة اتنين مثلا العنوان بتاعها ضد اه نكتب مثلا اه خمستاشر ضد واحد ضد واحد عنوان تاني تلاتة ضد اه خمستاشر ضد واحد ضد واحد مثلا دول في نفس الشبكة ولا لأ اعرفها ازاي اول خطوة اشبص لها ده ايه ولا ايه ولا ايه ده ايه لان اول دي سيمال عندي اتنين من زيرو المية سبعة وعشرين تمام وده ايه برضو يعني دول نفس الكلاس صح لو نفس الكلاس يبقى لازم هي الاول رقم هو النيتورك وهنا اول رقم هو النيتورك اللي اتنين مختلفين عن بعض يبقى دول في شبكة مختلف خط بالك يبقى دول في شبكة ايه في شبكة مختلف طب المسك ممكن يعرفني حاجة زي كده اقول له اه جيب المسك بتاع كلاس ايه المسك تجيبه ازاي ان تمن وحايد حط حط بقى حول بايناري بسرعة تمام واعمل انت اعمل عملية اند ما بين الجزء ده اللي هي الشبكة بتاعتك دي وما بين الشبكة التانية دي يعني ما بين الاي بي ادرس ده بتاع الاولانية والاي بي ادرس التانية يعني دة اعمل له مع المسك والاي بي التاني اعمل له مع المسك لو طلعوا زي بعض يبقى دول في نفس الشبكة لو طلعوا غير بعض. يبقى في شبكة ايه? في شبكة مختلفة. وهي باينة قوي. انت لما تيجي الاتنين تعملها خلي بالك. مع تمن وحايد. تمن وحايدة هم. مش انت اساسا دول تمن وحايد. ادي خمسة ستة سبعة تمانية. وبعدين البقين ايه? صفار. كله بقى صفار. تمام? لما تعمل الاتنين مع التمن وحايدة هتديني الاتنين دوت زيرو دوت زيرو بالديسيمل يعني. دوت زيرو. لما حولها الديسيمل. التلاتة وخمستاشر واحد واحد لما عمل لها مع مدموعة الوحايد وحول بعد كده. هتبقى تلاتة دوت الزيرو دوت الزيرو دوت الزيرو. عملت لها اند اهو. صح? دي غير دي ولا لا? غير بعض. يبقى دول في شبكات مختلفة. طيب لو خدت اكزامبل لو كانت دي اللي اتنين دي زي ما هي يعني لو قلت لك ده شبكة تانية مسلا او اي بي ادرس تاني. قلت لك اتنين ضوت خمستاشر ضوت تلاتة ضوت واحد. وهنا قلت لك اتنين ضوت ستاشر ارقام تانية مسلا. ضوت اربعة ضوت تلاتة. اللي فوق الاي بي ادرس ده. لو عملت مع بتاعه. حايديني ايه? على طول بمجرد النظر. حايديني اتنين ضوت زيرو ضوت زيرو ضوت زيرو. لان ده كلاس ايه? الكلاس ايه? المسك بتاعه بيبقى اول واحدة بوحاية. الوحاية دي لما تعملها مع اي حاجة تديك الحاجة. فبالتالي الاتنين هتطلع زي ما هي. والبقين صفار يطلعوا لي صفار. طب تعالى للتانية بقى الاي بي ادرس التانية. لما اعمل لها برضو الاند مع المسك بتاعتها. دي كلاس ايه? فالمسك بتاعها بيبقى ايه? بيبقى التمن واحدة اللي في الاول تمانية. اه على الشمال بيبقوا مجموعة من الوحاية. فلما اعمل لهم اند مع الاتنين. بعد ما احولها للباينري. وبعدين اروح اراجع للدسماء التانية يبقى الاتنين. هتفضل زي ما هي. والستاشر والاربعة والتلاتة يبقى كام? زيرو دوت زيرو دوت زيرو. مش اللي اتنين دول زي بعض? هادي دي. ودي. زي بعض? يبقى دول في نفس الشبكة. واحد يقول لي ايه اللف ده? طب ما انا ممكن اجيبها بسرعة خلي بالك في مسائل بيبقى صعب قاوي تعرف لو عملت ايه? انت في نفس الشبكة ولا لازم تعملها بطريقة المسك. يعني تجيب المسك بتاع الشبكة? وخبالك تجيب المسك بتاعك. وبعد كده تعمله اند مع الاي بي ادرس. يعني انا لما ييجي واحد يسألني سويل يقول لي انا معايا اتنين اي بي ادرس. عايزة اعرف هم في نفس الشبكة ولا لأ? اقول له جيب المسك. جيب المسك. اعمل اند مع المسك لكل شبكة منهم. لو طلع الناتج واحد يبقى هم في نفس الشبكة. يبقى شوفنا بقى فايدة المسك. يبقى دي فايدة تانية هاي للمسك انها بتحدد لك الايه زي كأنها النتورك اي دي. انها بتحدد لك انا في نفس الشبكة ولا مش في نفس الشبكة. بالاضافة اللي في الاكزامبل هنا حددت لي. ان انا من خلال عنوان واحد داخل الشبكة عرفت بداية العنوان ونهاية العنوان وعدد العنوين بتاع دي. وبكده تكون انتهت المحاضرة بتاعتنا وشوفنا استفادات كتيرة للمسك. وان شاء الله آآ لسه قدمنا شوية محاضرات كده آآ بحيث ان احنا يعني دلوقتي انا ادتك يعني معلومات في الاي بي فيرجان فور تساعدك جدا ان شاء الله انك تفهم اي بي فيرجان سيكس لكن مازال الكلام في الاي بي فيرجان فور آآ مستمر وان شاء الله يبقى في حلقات تانية جديدة وياريت آآ تتابعوا معانا ولو في اي حد عنده اي اسئلة ياريت يبقى على في التعليقات يقول لك اي سؤال او اي حاجة مش فهمها اي حاجة مش واضحة وممكن المحاضرة الجاية نعيد له اي جزئية مش واضحة بالنسباله واشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة